لأن هذا المديح يضر باثنين يضر بالمادح ويضر بالممدوح أما ضرره على المادح فقد يصيبه شيء من الغرور خاصة لما يكثر المادحون له وكذا يصيبه الغرور ويصدق مثل ما يقولون صدق ما قالوه فيه حتى إذا جاءه أحد لم يقل له مثل هذا الكلام ممكن أن يعاقبه أو يغضب منه أو لا يعطيه مراده لش لم تمدح كما يمدح الآخرون وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا التراف في وجوه المدحين وجاء في رواية لما مدح رجل الرجل قال قصمت ظهره يعني بهذا المدح لأنك أذيت أفسدت عليه دينه فإذا فيه ضر على الممدوح ليس كل ممدوح وإذا قال بعض أهلهم إذا كان الممدوح لا يتأثر بمثل هذا الكلام فلا بأس لكن مع هذا تركه هو الأصل ألا يمدح الإنسان في وجهه بخاصة بمثل هذه الكلمات مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر الثاني وهو أذل المادح المادح لأنه قد لا يقف هنا ممكن ينتجاوز مثل ما قال الأعرابي قبل قليل نستشفع بالله عليك يعني رفع منزلة فوق منزلة الله والعياذ بالله وبعضهم يغلو حتى غلى النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقالوا ابن الله هذا سبب ماذا؟ الغلو الذي كان منه في عيسى عليه الصلاة والسلام